اشتركوا في القناة لم يسأل عنها جيرانها ولم يتفقدها آلها منذ فترة وقال أحد الناشطين على الفيسبوك أظن أنها فضلت العيش بكرامتها في بيتها وحيدة حتى لا تثقل على أحد من أولادها لكنهم زادوا عليها أثقالا بعدم تفقدها والإطمئن عليها خمسة أيام تعفنت ضمائرهم قبل أن تتعفن جثة أمهم ربت وتعبت وفي النهاية ماتت وحيدة وسيأتي أولادها يكتبون على الفيسبوك أم جنة كالقبل على جبين ميتة لا تساوي شيئا اتقوا الله في أمهاتكم واستمتعوا بجمال الحياة مع أمهاتكم قبل فوات الأوان